اشتركوا في القناة وكان جلالة الملك المفدى قد غادر بحفظ الله ورعاية مدينة الرياض في وقت سابق اليوم وقبل مغادرة جلالته المملكة العربية السعودية تشرف رؤساء تحرير الصحف المحلية بالسلام على جلالته وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى برقية شكر وتقديل لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعا فيما يلي نصها أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيزة لسعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد انتهاء أعمال الدورة الثانية والاربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجة العربية التي ترأس أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود وليلعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن نعرب لكم عن عميق شكرنا وبلغ تقديرنا على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها في بلدكم العزيز مما يعكس المستوى المتميز للعلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع بين بلدين وشعبين الشقيقين وما تتسم به من خصوصية ورسوخ على كافة الأصعد والمجالات وإننا إذ نثمن عاليا إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لأعمال هذه الدورة والتي جسدت حرصكم المعهود على موصلة دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة على مختلف الأصعدة لعلي ثقة بأن ما توصلت إلي هذه الدورة من نتائج وقرارات سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون الجماعي والتحقيق الخير وصالح دولنا وشعوبنا بما يحفظ أمن واستقرار وازدهار المنطقة أسأل المولى عز وجل أن يحفظكم وينعم عليكم بمفهور الصحة والسعادة ويديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمن والأمان والرخاء ويفقنا جميعا لكل ما فيه خير وصالح شعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن نيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر شرطة الكثيرين اشتركوا في القناة